وجينا الجزئية مهمة جداً والجزئية لازم نتكلم عليها بعض الناس يمكن صارت شوية على مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى الكابتن الخطيب فترة من الفترات وهو النادي الأهلي ما بتعقدش ليه وهو النادي الأهلي ما بتجيبش لعيبة جتيرة ليه ولين النادي الأهلي بيجيب مدربين بعد ما مشي متسماني وبعدين جاب سوارش وسامي أمسان تولى شوية بعض الناس قالت لك إلقت وإيه اللي بيحصل ده طب ده النادي الأهلي خلاص التأييد خلاص ويتقفل الباب خلال يوم وليوم ما عملش حاجة غير اتنين لعيبة بس وهو فيه إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي وبدأت إيه السوشيال ميديا يكتبوا على مجلس الإدارة وبدأت الناس يهيجوا الجماهير النادي الأهلي على مجلس الإدارة لكن أنا هتوقف هنا وأنا بقولها وده شهادة لله وللتاريخ وردت النادي الأهلي كان عندها سبات فعالي قيادة الكابتن محمود الخطيب لإني كان لعيب كورة قبل ما يبقى وكان نجمي من النجوم الكبيرة وقبل ما بيفكر في أي حاجة بيفكر في الجماهير بيفكر في مصلحة النادي ومجرد ما جاء السوارش وعمل نتيج كده يعني ما بوسطش جمهورنا ده ما ببسطش وكلنا قلقنا أنا واحد من الناس كنت قلقان وقلت حتى تكلمت مع الكابتن الخطيب قلت له ده الموسم الجديد جاء خلاص على وشك قال لي إيه ده عبده وبيقول لي عبده على طول وأنا بقول له أبيبه فبقول له للناس ألآنا أنا بنقول لك رب دفعا للناس فقال لي إيه ده احنا فيه حاجة كويسة أو إن شاء الله راح هنخلصها كان قابلي كمان ما نجيبه المدرب البرازيلي ده وكل حاجة ما ننهاله وقال لي إيه ده وكل حاجة هتبقى في مكانه بقول له طيب فعشان نادي الأهلي ومجلس إدارته ياخدوا قرار ويجيبوا كولر تولى المسئولية فترة زمنية ويجيبش جد اتنين لعيبة والنادي الأهلي يرجع تاني باللعيبة بتاعته القديمة أي حد مجلس إدارته تاني يقول لك ايه اشتري اشتري لعيبة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ايه المشكلة يعني إنما النادي الأهلي عنده سخة في لعبته اللعيبة اللي كانت حققت له ست بطولات في ست شهور واللعيبة بتاعته حققت انجزات كبيرة جدا ما لكش بقى دول يعتزلوا خلاص والكلام دي قال لك لا لازم ندي للعيبة راحة كويسة علشان خاطر اللعيبة دي لسه هتدي كمان وكمان فعشان كده من هنا لما بنقول للمجلس الإدارة اللي انتوا عملتوا ده انتوا رجعتوا البسمة تاني لجمهور النادي الأهلي وفعلا البسمة لما رجعت لجمهور النادي الأهلي تاني ففضل مجلس الإدارة هم بدل كل واحد حقه أنا اللي عاوز حاجة من فلان ولا من علان ولا أنا عشان شغال قلت لأهلي بطب اللي ده ولا ده أنا بدي لكل واحد حقه كابتن الخطيب قعد بعد كده مع الرجل كولر وفاهمه إطار النادي الأهلي الخطوط العريضة المبادئ والأس اللي بيمشي عليها النادي الأهلي الرجل استوع بالكلام مع جهازه وبدأوا يشتغلوا بالراحة في هدوء لذلك أول ماتش كان النادي الأهلي يعبوا في إفريقيا في تونس احنا كنا قلقانين لأينا بقى فيه هيكل للنادي الأهلي بقى فيه شكل النادي الأهلي رجع تاني بقى فيه شخصية النادي الأهلي رجعت الكلام ده كله هيجي منين إلا إذا كان مجلس إدارة سابت وعنده انفعال عنده سقة في لعبته وفي الأجهزة الموجودة وفي جماهيره وخططه بالراحة وخططه بهدوء وقدروا أن يجيبوا مدرب زي كولر والأمور اشتغلت وكل واحد خلاص الموسم بدأ وكل واحد اشتغل وكل واحد عارف هو عايز إيه وكل واحد خلاص اتخطت كل حاجة وكل واحد بيقدي الجزء اللي عليه سواء من مجلس الإدارة مجلس إدارة هيفتح خلاص التجمع الخامس على وشق وده عندك 6 أكتوبر عندك مدينة نصر وعندك بعد كده في العالمين في السحل الشمالي وأنا بقول لكم في خبر تاني جديد فيه بعد كده في العاصمة الإدارية كمان يعني مجلس إدارة بفكر للكيان فكر في الكيان أنا عاوز الناس اللي هي على السوشيال ميديا تهدى شوية كل واحد يخليه في النادي بتاعه ما ليه جعب النادي الآخر كل واحد يخليه في ورقته يبص في ورقته النادي الأهلي وصل لحتة تانية خالص النادي الأهلي بقى عنده خمس فروع وممكن يبقى ست فروع وسبع فروع ده غير الفلؤسر الناس اللي فلؤسر وممكن تلاقوا النادي الأهلي في أي حتة تانية فأنا بقول لكم أخذ حاجة قد تليه في العالمين خد أرض هناك هيبدأ يطور الأرض ويبدأ يشتغل ويبقى فيه نادي في اسكندرية اسمه النادي الأهلي ففيه أكتر بكده عايزين إيه أكتر بكده عايزين إيه وكل واحد يفكر زي ما بقول لكم في ناديه ما فكرش في النادي الأهلي لأن فكرتوا لها تتعبوا قوي النادي الأهلي هيبدأ ده في حتة تانية وأنا بقول لكم كده والله العظيم ما بتريقش على حد أنا بقول لكم على اللي أنا شايفه النادي الأهلي في حتة تانية ولما بقول لكم النادي الأهلي رجع النادي الأهلي رجع ولسه دي بداية الرجوع للنادي الأهلي للبطولات سواء على مستوى المحلي أو القرنة الأفريقية وبنشكر بجلس الإدارة على الشغل اللي عمله الفترة اللي فاتت ديت ورجع الهدوء تاني للقلعة الحمراء نادي القرنة عارفين عن نادي القرن؟ نادي القرن هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل